مرض ترقق العظم هو مشكلة شائعة هذه الأيام كل ملك حبينا من برنامج بيروت نعمل الزيارة عند خصائية أمراض الروماتيزم الدكتور نتالي قوري فتعوا معنا بداية حتى نشوف شو خبرتنا عن الأسباب يلي بتأدي لمرض ترقق العظم ترقق العظم هو نوع من هشاشة عظم بتجي مع العمر أكثر شي بتجي خصوصا عند النسوين بعد المينوبوز بتجي بارتي كتير منها ويراتة يعني عطول لازم نسأل إذا واحد أمو أو بيو كسرين ويركون الريسك عندهم بصير دوب لأنه هن ينكسروا بيجي كمان تشيرتو إذا في ناقص كالتشوم أو ناقص فيتامين دي ومن خلال حديثة لام دكتور نتالي استنتجنا أنه كل النساء عرضة للإصابة بهذا المرض فهل كنا على حق؟ صحيح كل مرة فوق الستين أصلا كل مرة صار عمرة فوق الستين لازم تعمل فحص ترقق قعدهم كل سنة أو كل سنتين حسب كيف بيطلع الرزولتها بس أبارتير دو 60 لازم كل سنة تعمل فحص ترقق إذا مرة صار عندها منو بوست بريكوس منقول أو إذا كان يعني أطاعتها العادة الشهرية عبكير أكثر قبل مما لازم 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 خمس سنين لعشر سنين بعد ما تكون أطاعتها الريك كمان تعمل فحص ترقق قعدهم أما بالنسبة للعوارض اللي ممكن تعاني منا المرأة فهكرت لنا دكتور نتالي لازم نعرف أنه في كتير عالم أصلا بيجوا لعنا جايين يقولولي دكتورا نحنا عنا ترقق عضم موجوعين الأوسيو بروز بحد زيتها هي ما بتوجه بس وقتا يصير العضم هاش وصير فيها الشاشة بالعظام بيصير عرضة أنه ينكسر أكثر اللي بيوجع هو الكسر بس يصير فيه ترقق والترقق يكسر يعني ما في مرة تجل عند تقلي أنا موجوعة من ورا الترقق هي متكون مضايعة هي لازم تكون إذا كسرت بتنوجع بس نحنا ما فينا ننطر المريض لا ينكسر أو لا يعمل عوارض وجع تنبلش له دواء ترقق عضم لأنه بيكون صارها تصرنا مأخرين كتير بالعلاج لازم منجرب نحمل مرة نعطيها دواء كرمال بالعشر سنين يلي جايين ما تكسر حالا حبينا نستفهم منها لدكتور نتالي والنيلا يعني المرأة لازم بس تقطع عمر الأربعين تأخذ الفيتامين دي والكالسيو مع صحة السلامة لا أكيد أنه لازم تأخذ خصوص العالم اللي ما بيتعرضوا للشمس وخصوصا نحنا بمنطقتنا كمان الجسم أجسامنا ما بيمتصل الفيتامين دي من الشمس تلقائيا فأكيد لازم نعملون سبلمنت بفيتامين دي لازم يأخذوا حسب قد يكون الدوزاج طبعا أكيد ولازم يأخذوا كل فترة وفترة فيتامين دي الكالسيوم نحنا أنا بفضل يعني وخصوصا نحنا إنه ما نأخذ الكالسيوم من الحبوب مع أنه في كتير عالم أبرد كاونتر بيأخذوا كالسيوم من الصيدلية أو بلا وصفة حكيم ولا شيء الكالسيوم السنتاتيك يعني من وراء الإدوية عنده ريزك أكثر يجمع بالكلاوي يعمل بحث ويعمل رينال ديفيشنسي يعني يصير الكلاوي ما تمشي مزبوط مشان هك إذا فيهم العالم أكيد كل يوم يأكلوا حيالة شي في بقلبه حليب يعني أباز حليب لبنة جبنة حليب كل يوم واقعة بيغني من إنه يأخذوا كالسيوم من الحبوب لأنه مشان ما نأخذ السنتاتيك تبعه بس فيتامين دي أكيد لازم يأخذوا وأكيد تعمقنا أكتر مع دكتور نتالي وسألناها أي منطق بالجسم هي أكتر عرضة للكسر إذا وقع الإنسان هو عم بعيني من ترقق العظم نحن أصلاً وقت نعمل فحص ترقق مناخد ثلاث عظمات بالجسم مناخد الإيد المفصل للإيد مناخد ثلاث أو أربع خارزات الظهر إذا مش مكسورين ومناخد الورك عند المرأة خصوصي بعد ما يتوقف الراجل عندها بيزيد أكتر شيء ريسك أول شيء بيزيد ريسك إنه ينكسر ظهره أو يصيروا العظمات دقيين ببعضهم ويصغروا هيدي أول فترة وبس تصير فوق السبعين ريسك أكتر شيء الحوض إنه ينكسر أو العرورك إنه ينكسر المشكل بكسرة الورك مشان هيك لازم ما ننطر إنه المرأة تنكسر لأنه بس تنكسر بيكون صار عمرة فوق السبعين ويمكن ما تحمل عملية وما بدنا نقعدها بالتخط وإذا عملت عملية ورك مكسور وإذا تقعد شهر بالورك ولا حيزيد ريسك المرتاليتي معقول ريسك على حياتها يكون كتير عالي مشان هيك لازم نحميها ما ينكسر وركة إذا نكسر الورك الريسك إنه هي بيزيد عندها ريسك لتاني كسر فواده يعني بيزيد الريسك بيضو بيل بس لأنه هي كسرت حالا لما إنه خبرتنا دكتور نتالي خوري إنه الترقق العظم معقول يكون ميراتي فأكيد لازم نسألها إذا كانت البنت معقولة تعاني من نفس مشكلة أمه صحيح مش قبل ما تنقطع الدورة الشهرية بس إذا فيه بالعائلة أمه عندها ترقق وكسر وركة خصوصة نحن عنا مثل بروتوكول ما نعملو أو كالكول ما نعملو عند البنت يلي إما كسر حوضة أو حتى إذا بي كسر حوضة أو وركة الريسك بيزيد عند البنت ولازم نبلش تعمل فحص ترقق قبل غيرها يعني قبل بخمس سنين من ما العالم العادي لازم يعملوا فحص الترقق بما إنه ببداية حديثنا دكتور نتالي خوري كانت عم تخبرنا عن المرأة ومعاناتها مع ترقق العظم فحبينا نسأله هل الرجل هو عرض أيضا للإصابة بهذا المرأة؟ بلا أكيد المرأة والرجل بس المرأة بيزيد الريسك عندها بس توقف العادة الشهرية عندها بس الزنمي كمان أكيد عنده ريسك أنه ينكسر الريسك طبعا الزنمي بيزيد بس العمر أكبر يعني بيبلش من عمر السبعين وعادة نحن عند الرجال ما عنا هلأ رولز أنه نبلش لهم نعمل لهم فحص ترقق إلا إذا هن عندهم ريسك فاكتور إذا ما عندهم ريسك فاكتورز ما بنعمل نحن فحص الترقق أكتر عنده بنعملو عند النسوين لأن النسوين عندهم ريسك أكتر بس الرجال بيزيد الريسك عند الرجال مثلا الدخان أكتر من عند المرأة عند الرجال بيزيد لهم ريسك الترقق إذا عندهم ريوماتيزم بيزيد ريسك الترقق إذا هول بيهول حالات مبالا بنعمل لهم فحص ترقق إذا بياخدوا كورتيزون بنعمل فحص ترقق لأنه بيزيد ريسك الترقق وبالختم حديثنا معها لدكتور نتالي خوري أكيد حبينا نسأله شو النصائح يلي بتحب تعطيها للمرأة يلي بتعاني من ترقق العضم أبدا ما خاص الأكل بترقق العضم يمكن الكافيين شوي لأنه الكافيين إذا بتشرب كتير كافيين يبطل جسمك يعمل يقدر يمتص الأدوية قولوا الناس كافي بيأذي أكتر من القهوة لا لا الفكرة أنه القهوة فيها كافيين أكتر بس هو مش كرميل العضم هو كرميل أكتر إذا يأخذوا كالسيوم أو فيتامين D يقدر يعمل أبسوربتشون يقدر يمتصن الجسم كافيين بيخفف الأمتصاص بس لازم يوقفوا دخان لازم يعملوا سبور لازم يتعرضوا شوي للشمس لازم ينتبهوا أكيد إذا في حدا من العائل عنده ريماتيزم أو إذا حدا منهم عنده ريماتيزم لازم ما يأخذوا كورتزون فترة طويلة أصلا كورتزون منو علاج يتاخد فترة طويلة كلهم من هولي بيزيدوا الريسك والألكول ترجمة نانسي قنقر